تعالوا نبدأ بأول فقرة والصحي بصوا يا جماعة الفقرة دي مخصوص علشانكو الفقرة دي عبارة عن انتو لو ما عندوكوش ثقة قوي في اللي انتو لابسينه أو مش عارفين لو الاوتفيت مناسب المناسبة ولا أو مش عارفين لو لايق عليكو أو حتى ستايل شعركو الميكوب أي حاجة عايزين تسألوني فيها ممكن تبعتولي فيديو وأنا هقول لكم الصحي تعالوا نشوف فيديو النهاردة ونعلق علي قايا امينا عملا ايه؟ دلوقتي انا عندي كتوبة لوحدة صحبتي في قتن فأنا قررت لتنبسة دريس ده كده اهو وكمان حطيت الاكساسوري الدول ومسكت الشنطة دي اهي كده يعني انا اخترت لوق ده عشان بحب اللون ده جدا وكمان عشان يصح بكو ريبة مني قوي وحسيت ان هو مناسب من هولي انت اتقتالي وكده فهيبا قولي انت اي رأيك؟ طبعا الفستاني جنن اوكي الاكساسوريس جنن لاي معاكي اللون حلو شعرك حلو المايكوب حلو الشنطة حتى حلو عندي تعليق لو ممكن نشوف الصور على الحزاء كان ممكن يبقى ساندلز كان هيبقى احسن عشان ما يبقاش اللون الفضي كتير قوي لكن ايه طول الفستان ده؟ ايه طول الفستان ده حبيبتي؟ طب انت طول الفرح هيحصل لك حاجتين هتكعبلي؟ اوكي وطول الفرح هتمسك الفستان واتطلعي الفوق وده مرفوض تماما على فكر وبشوف كمان على الراد كاربت دايما النجوم مسكين الفستان وشدينه الفوق الموضوع ده غلط تماما فانت كده هيحصل لك ايه هتب المتوترة طول الفرح وثقتك بنفسك هتروح ودي حاجة مهمة جدا لازم دايما يا جماعة طول الفستان يبقى بوز الحزاء باين هو ده الصح كده لحاتك كعبلي هتعرفي تمشي براحتك مش هتشدي الفستان لفوق وحاجة مهمة قوي عايز اقولها لكم يا جماعة احنا بنبذل مجهود جامد قوي في ان احنا نختار الاوتفت والشنطة والحزاء وبننسى حاجة مهمة قوي بننسى طريقة مشيتنا بالفستان ودي حاجة مهمة جدا لانت خيل انت لو طول الفرح ماشي مسك الفستان ومركزة كده لانك خايفة الكعبية طب انت مش هيبقى عندك ثقة بنفسك فمش تبقى وقفة كده فهمين؟ في فرق بين ان انا مقلقة ولما ترقصي مع العروسة ولما 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 فلازم يا جماعة دايما نحط في اعتبارنا ازاي هنمشي بالفستان وازاي هنتعامل مع الفستان مش بس ان الفستان حلو ومش مهم لو كان طويل المهم الشنطة تبقى حلوة والاكساسوريس حلوة لانت كمان لازم تبقي عندك ثقة بنفسك ومرتاحة وانت جوه الفستان اشتركوا في القناة